وصل صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي إلى الرياضة على رئيس وفد الدولة للمشاركة في قمة الرابعة لزعماء وقادة دول العربية وأمريكا الجنوبية التي تنطلق اليوم وكان خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقدمة بستقبلي سموه والوفد المرافق في مطار الرياضة الدولية بجانب عدد من أصحاب السمو الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنينا وعسكرينا واسترد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ثلة من حرس الشرف أدت التحية لسموه ثم صاحب حاسمو كبار مستقبلي كما صاحب خادم الحرامين الشريفين عضاء الوفد المرافق لصاحب سمو نائبي رئيس الدولة